السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفة جديدة من الواصفات العيد الوصفة اليوم راح تكون محبوبة للجزائريين واللي هي البنيون اللي لازم كل عيد نديرو هاد الوصفة يحبوها كامل كبر وصغر راح نوليكم طريقة تاعي وطريقة التزيين كيفاش تكون ان شاء الله تعجبكم ونجربو هاد الوصفة نروحوا مباشرة المقادر في طريقة التحضير هنا نحن نحتاج زوج كيلات تاع بيسكوية مطحون انا كيلة كيلة بالكس تقدروا تكيلوا باي كيلات تكون عندكم البيسكوية عادية اللي كنت رحيته رقيق نضيف عليهم زوج كيلات ايضا تاع غوفريت بالدوق الشوكولات مرحي رقيق رحيته كما رحيت البيسكوية نخلطهم هاقدام مع بعض ونضيف عليهم كيلة تاع مكسرات انا هنا عندي خليط تعمون كسرات انتو ما تديرو واش تحبو ديرو واش يكون عندكم ولا النوع اللي تحبوه انا درت خليط تعمون كسرات انا عندي ليكريس برل دي بول دو شوكولات ليكونوا من الداخل الكروستيونت هادا هو المكون لانا نزيده في البنيون يعطي له الدوق ويغير له كامل البنة تاعه نوك البنة كاملة رحي في هاد اللي بول رحيقعدوا محافظين على ديك الشوكولات ويكون فيهم الكروستيونت داخل اذا كانت متوفرة عندكم الله مبارك سنو هي رحي تتبع في الاسواق سنو تقدروا ديرو اللافيتين لكن اللافيتين تطرى كي يطول لبنيون بصح هاد اللي بول يقعدوا هكذا كروستيونت نخلطهم مع بعض ونضيف عليهم المكون التقليدي اللي هي زوج مغارف تاع حلوة ترك لبنيون تاع زمان كما معروف يندار فيه الحلوة ترك وهي اللي تعطيلها هديك البنة تاع بكري نفتت هديك الحلوة ترك ونخلطها مع المكونات بهذه الطريقة نضيف عليهم ملعقة كبيرة مع عمر مليح تعلام مالغارين أنا نستعمل أوبلين لخطر فيها الدوغ تاع الفانيليا فيها الريحة مليحة نخلط هديك المغير فاهم على المكونات تاعنا هكذا بهذه الطريقة حتى تنسى جمليح ولازم تتغلف كامل المكونات بالامرغارين الامرغارين راح تخلينا البنيون تاعنا الطريق لمدة أطول لو كم ندروهاش راح يولي البنيون ينشف ويتفتت هكذا بهذه الطريقة نغلفها كامل حتى تتغلف المكونات وبالنسبة للإيزان قريديون تاع البنيون تاعنا نقدروا نلعبوا فيهم كما نحبوا نقدر نغير في نوعية البيسكويت كما نقدر نستعمل جين وازم رحية كما نقدر نشري المادلان ونرحيها ونخلطها نقدر نضاعف في البيسكويت وننقص في المكسرات انتوا ما واش تحبوا أنا أعطيت لكم الطريقة ليجي الوزن تاع المكونات ولا الدوغ تاعهم متوازن ورح نطم هاد البنيون تاعنا بال لا كون في جوغ دولي والحليب موركز ومور كرمل ندير زوج مغارف مع زوج مغارف لباتة تارتيني شوكولات النوعية اللي تحبو هنا رح نزيد في هاد النقطة رح نزيد اللي رح توازننا كامل في الطعم وما تخليش الحلاوة تغلب وما بكي يكونوا ناكله في البنيون تاعنا رح يعطينا واحد الملوحة هاكذا في الكوتيب بزاف بنينا هادي هي الفلوردو سلح تحتاجوها بزاف انواعتها الوصفات طير تلقوها متوازدة عند بارت برو هاكذا ونطم كامل البنيون تاعي هانا اذا كانت محتاجة نقدروا نزيدو في الشوكولات ولا في الحليب موركز مكرمل انا البنيون تاعي رح نديروها السامبل يعني عادي رح نديرو ديبول هاكذا برك نحاولو كيفاش نغيرو في الشكل تاعو رح نستعملو ليمود سيليكون وتاني رح نديرو طبقة واحدة تقدروا تديرو البنيون تاعكم محشي ولا كما تقدروا تديروه زوج طبقات اذا حبيتوا تديرو زوج طبقات تقدروا تديرو نفس المكونات برك في بلاسة القوفريد وشوكولات ها نديروه قوفريد فاني رح يعطي لنا الشكل الابيض ومنطموش بشوكولات تارتيني نطمو فقط بالكارامل ونديروه حشوة داخل حشوة تاني تقدروا تديرو شوكولات تارتيني بيضاء في ليمود صغار نديروه داخلهم حبة نوازات نحطوهم في كونجيلاتوري يجمدوه وندخلهم داخل البنيون هنا العجين تعي هذا هو القاوم تعوه لازم ما تكونش طريية تتلاسق وما تكونش ناشفه تتفتت هذا هو القاوم لازم ما تكونش طريية تلاسق وما تكونش ناشفه تتفتت أنا كيما قلت لكم راح ندي البنيون تعيه في ليمول سيليكون لنخترت هاد المول الشكل يعاني دوره حقدا يجي من تحت حي يعطي نهاوحد شكل موحد ومثزاف شباب في البنيون لنك راح ناخدو شوكولات للطلي دووا بتهاف حمام مائي حقدا زيت الهام غير فاتع الزيت وندهن الملتعي بالبنسو هنا لازم ندهنه كامل أطراف ولازم لكوش تعنا تكون رقيقة ندهن طبقة أولى كما راكوا تشوفوا وندخلها للمجمد يا ربي دقيقة غير تنشف هكذاك راح نزيد لها الطبقة الثانية وإذا كانت محتاجة راح نزيد لها الطبقة الثالثة هنا راني ندير في الطبقة الثالثة تعال الشوكولات ندهن بيان الملتعي حتى يتغطى في الأطراف والطبقة الثالثة هي اللي راح تكون كما نقولون مصحح إذا لقينا جيها من فيها الشوكولات نغلفوها باش كين ديمولي يخرج كامل على شكل واحد وما يتكسر الناش بعد ما دهن تكامل الملتعي نروح وناخدو اللابات تاع البنيون هاقدر نعبزوها مليح باليد ونعمر الملتعي هنا كينبرك النقطات لازم ننتابهوا لها كينكون نعمر في الملتعي نضغط مليح بالصح ما اللي سقش السيليكون على لو كانت لسقوها راح تتكسر لكم هذيك الشوكولات ونكن نرفضو نعمل المول ما نعبزش فورسيمو غير بالعقل حتى وين يتعمر لخطل وكانت عبزو مليح راح يتكسر لكم الشوكولات ويخرج الشكل العيان ما راح تيعجبكم الحال هاقدر نعمره كامل بنفس طريقة من بعد نعود نجيب شوكولات هذيك اللي تنتبهها وننغلق بطبقة رقيقة كما راكو ترفوه هاقدر باش الحشوة دايما يبقى الداخل ما يضربوش الريح وما ينشفش نعود ندخلها المجمد واحد ربوع ساعة هاقدر حتى وينتجمد باش كينديك وانجليهات تخرج معايا فاصل ما هنا بعد ما جزت الربع ساعة كما قلت لكم درت زوج أنواع مول سيليكون تغيروا فيه بنفس طريقة يخرج لكم كامل الأشكال تقدروا تديروا كاريت تقدروا تديروا أوفال تقدروا تديروا تعل الشكل هلال يخرجوا بزاف شابين تقدروا بنفس الحشوة بنفس الشوكولات نخرجوا عدة أشكال تاع بنيون هدا هو الشكل اللي تحصلت عليه شوفوا تانيك لابريونس بزاف ناس عندهم مشكل مع لابريونس هي جزت يشوفي نغسلوا المول تاعنا ببيان ونشفوها قبل استعمال كل مرة راح نستعملوه نغسلوه ونشفوه هدا هو السر باش تعطينا لابريونس تاني نوعية شوكولات لعبدور ونزيدوا لها تانيك شوية تعزيت مغير فاف كل مئة كرام هكدا نديموا لي كامل لحبات تابعي ونروح نشوفوهم مع التزيين بنسبة للتزيين نفس الشوكولات اللي طليت بيها نديرها في اللابوش نقطعها تقطيعها رقيقة وندير هكدا لي تري فوق البنيون فوق البنيون تعنوا بالنسبة للبنيون اللي مدور كنت عمرته بلي تري وهدا كتاعة القلب درت له فقط في لي كوتي هدا هو الشكل اللي تحصلت عليه يجي شباب لازم لي تري يكونوا قدام بعضهم باش يعطينا شكل لأشباب كتزيين نهائي راح ندير لابريدور فوق البنيون اللي مدور وندير وردة شوش فوق البنيون تاع الكار هكدا ودايمن البنيون يقعد اختياري ولا التزيين عفواني يقعد اختياري تومهوش تحبو تديرو هنا تاني قدرنا في لي موليوس سيليكون تقدروا تاني تديرو وديبو الكاميران يدير هنا نغطسهم في شوكولات ويكونوا هجديدة ما كاش عندكم سيليكون دو كان نقسم لكم حبة شوفوا كيف هش جاء من الداخل هادي هي الشكل تاعه كان شباب اللون تاعه كان صراحة رائع والبنة تاني كانت بزاف بنينا خاصة اني انذكركم بهدو الكريس بيرل تاع الشوكولاتي وكيف هش ديروهم يعطوكم بزاف بنا ماشيلي بي بي تشوكولاتي لكريس بيرل تمنى ان شاء الله تكون عتفتكم وصفا تلقى وضواء وسهلا